أدانت مصر استمرارا لاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة واعتبرت وزارة الخارجية قصف مدرسة العودة بخان يونس انتهاكا سافرا جديدا لأحكام القانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني وشددت على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد يوفر الحماية للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر